اهلا وسهلا فيك استاذي كريم العراقي على تواجدك معنا اليوم في ستيديو مسائي وفي قناة سرعي تحديدا سعاتي كبيرة وشكرا لهذا الاحتفاء اللي بدأ من اول خطوة وشكرا لهذا التقرير الجميل اللي رافق خطواتي من البدايات نعم تستاهل استاذي هالنوع من المقابلات وهذه الحفاوة دائما احنا لمنين نظيف مميز دائما نحوف حوف علشان نوري ديرتنا لكويت ونوري معالم لكويت وحسن الضيافة ايضا استاذي امس كان يصاحب حدثين مهمين الحدث الاول هو امسيتك الشعرية اللي القيتها في رابطة الاودباء والحدث الثاني كان فوز برشلونة بنتيجة جدا يعني اعجازية مثل ما يقولون في عالم الكرة لكن كان في تويتر لترند اول شي برشلونة والثاني شي امسيت الشاعر كريم العراقي شي عجيب بس هما نسوا عيد المرأة نسوا خلوه اخر شي الحدثين بقوا بس الحمد لله يعني هذا ما كانت امسية كانت زنجال انا لما سألوني يعني منذ الى حد الان على هذه السنوات الطويلة بلدان عربية بلدان اجنبية جاليات عملت اماسية مختلفة نعم لكن حفاوة وجمهور البارحة يعني احنا متعودين يجون جمهور يجي للشعر جمهور نخبة يعني معين صحي لكن بهذه الطريقة يعني يدل على انه الشعر بخير نعم والشعب الكويتي بخير بعد الاشعاع والشعب المثقف الواعي اللي يرعى الادب والفن الحقيقي نعم استاذي كلمنا عن شعورك لحظة وصولك الى دولة الكويت والى الان من غير مجاملة لحظة دخول الكويت مختلفة عن دخول اي بلد نعم لان لها قصة طويلة طويلة يعني يمكن ما صدقين اقولك جاوزت الاربعين سنة ما شاء الله كنت من بداياتي في قصيدة ثاني قصيدة يمكن بحياتي مهرجان في البصرة مدينة البصرة جنوب العراق نعم ومن ضيوف المهرجان شعراء من الكويت الشعر الراحل الكبير فايق عبد الجليل الله يرحم الشعر الكبير عبدالله الدويش نعم وانا كنت في بداياتي فقدمت قصيدتي لفتة النظر الشعر الكويتي فايق عبد الجليل مسك الماكروفون وقال لهم انتبهوا لهذا الفتى اتوقع لا يكون شيء كبير في المستقبل نعم وراء ما خلصت قصيدتي فايق عمل معاي لقاء لمجلة كويتية واهداني ديوانة واسمية وسنابل الطفولة نعم واستاذ عبدالله الدويش اهداني ديوان مواويل شعبية كويتية نعم وظل التواصل بيني وبين استاذ فايق كل ما يزور بغداد او الصي يجيب لي سلسلة كتاب المسرح العالمي اللي تصدر في الكويت نعم وتوطدت العلاقة بدت اغنياتي تظهر اشتهرت عندي اغنية كرة القدم دورة الخليج يابو رجل الذهب هلا بيك هلا وانا يوبو الكاس واسمنا يلو قلة قال شوف رهنت انا على هذا الشاعر شوف الصار واغاني بعتها اغاني سعدون جابر الشهيرة نعم فقال ان شاء الله انا اهيئ لك لامسي اتقيمها في الكويت نعم فكان الوعد الاول من اول الكويت اتعرف عليه وشاعر وكبير وانسان الحبيب فايق اللي فقدانه اترك في قلبي صدما فظلت السنوات كل ما نقول راح تجي الدعوة تصير ظروف معينة نعم الى ان صارت اخيرا فلما اجيت اول ما بالي انه انا من اذكر اسم فايق اذكر اسم الكويت من اذكر اسم الكويت يجي فايق امامي نعم فكنت افتتح امسيات الشعري عادة بقصيدة يا ابي وفاء لوالدي نعم فهالمرة اتغيرت الخارطة قلت افتتحها بقصيدة فايق لانه هو عندي دليل الكويت والشعب الكويتي نقدر نسمعها ستابي اكيد هي صارت مقدمة ديواني وانا حتى فارس النجلي الاكبر ابن فايقة الاكبر قلت لما اسمعك الا وصل الكويت اقول مشتاك 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 لك عد الليالي واعداد ما على الارض يمشون فايق ابو فارس الغالي يا ساكن بحبات العيون يا شاعر الحب والمعالي ارجع للمعالي ما يغيبون ما غاب فايقه قبالي بتمرده بعالم المجنون ومن قال كرسي البطل خالي من قال كرسي البطل خالي فايق حضر قبل اللي يحضرون وكويت انقلت فايق طرالي كويت انقلت فايق طرالي كويت انقلت فايق طرالي حبها وغلاها بدمة مهجور ومن قال ناسين الغوالي والمثل فايق يننسش لون ايو الله والمثل فايق يننسش لون السلام السلام يا عمام وخوالي من كل قبيلة ومن بتولون هموم العلي هدت جبالي ويطفان الباشر تكبرون اطوينا مع انسود الليالي اطوينا مع انسود الليالي اخوة واهل عشنا وتعيشون اخوة واهل عشنا وتعيشون الشاهد الله يا الغوالي فايق اشوفه بكل العيون الله عليك صح لسانك صح لسانك استاذي واكيد الشاعر الراحل فايق عبدالجليل دايما في اذهاننا ولا ننسى لانه هو شاعر وشهيد الكلمة فشون ننسى انسان مثل فايق عبدالجليل اثر في حياتنا كلنا ولا زال يؤثر في الاغاني التي تردد بكلمات الشاعر الراحل فايق عبدالجليل عموما الشاعر استاذي يحرك احيانا امور كثيرة في هذه الحياة شون اللي يحرك يحركك استاذي هل منقول الاب الام المرأة الطفل نعم انا كل ما في الحياة يحركني يعني كأنما من بيئتي بدأت من طفولتي ما كنت عارف انه انا رح اكون شاعر ابدا بس عدني صار احساس مفرط زايد اكثر من اللازم يعني احس الفرحة مضاعفة الدمعة مضاعفة يحسوني انا ابالغ بالاشياء بديت اول ما بديت اكتب عن من كثر ما اتفقد اشيائي وانا رح للمدرسة بالابتدائية اكتبت عنها اول ترنيمة المقطعة والممحة والقلم والجنطة اللي كانت من قماش فكنت اكتب عليهم ترنيمات صغيرة وردتها يرددونها الاطفال معي فبدت هاي تلفت نظري لما بديت انضج شوي شوي واكتب نعم كنت اعمل في مقهى في بغداد بديت احفظ الاغاني اللي تتردد الاغاني الشعبية بدأوا الزبائن يطلبون مني ان اكتب مقاطع منها ايام ما كانت لها التسجيل منتشر رسخت عندي الايقاع والوزن بدت تلفت نظري البيئة اللي حولي كطفل يعني ما اكتب الا الاشياء اللي انا اعرفها عن اصدقائي عن صفاتهم عن المدرسة بعدين حست هاي بدت تكبر معاي صار عندي عشق للقراءة بديت وانا صغير حس والدي انه انا مختلف اخذ العيدية بالعيد ما اروح للمراجح ولا العابة روح اشتري الكتاب قصة صغيرة واجه اخل الملابس وابدي اقرأ قال لي هذا دروح مع الاطفال حس عندي هذا فهو ما عنده ديك القدرة الكبيرة بس كان يشجعني عليها قدر ما يمكن هاي القراءة المبكرة من قصص الف ليلا وليلا والسندباد وغيرها بدت ترسخ عندي فبدأ كل شيء لفت نظري الى ان بدت القصائد الاولى واللي كتبتها من بيئتي للاذاعة والتلفزيون طلبه واغاني الاطفال رحت كتبتهم وبرسالة خليتهم بظرف بالاستلامات نعم هذه كانت بدايتك استاذ كريم لكنك توقفت عن كتابة عن الطفل ليش ما استمريت فيها انا مستمر مستمر لازم ابدا ما انقطعت عن كتابة للطفل لحد الان بس احيانا ما تظهر للإعلام انا في نصحوني كثير بس ما اسمع نصيحة اقولهم تمام صار ان شاء الله بديت اكتب للطفل اكتب الشعر الفصيح اكتب الشعبي اكتب القصة لدرجة طلعت عدي اعمال مسرحية وافلام سينماية امام الاخرين اقولهم صار تم لكنه انا امين مع نفسي مرات نفسي تمنى انه تجي قصة تجي بالي قصيدة ما اجت اكتب افكرها اتوقحها فكرة قصيدة لا هي تجي قصة او حك قصة قصيدة اطفال نعم اللي خلاني مع الاطفال المستمر انه انا صرت مدرس اجي بالي انا حول القصائة المدرسية الدروس الى قصائت نعم وفعلا سويتها واستخدمت طريقة صارت منهاج عدنا بالمنهاج المدرسي اول واحد انا استخدمتها كمدرس نعم حولت قصائد اللغة العربية بالبداية بديت باللغة بعدين الرياضيات بعدين الكواكب وغيرها شدي اسهل صار عائلة على اطفال صار اسهل على طلابي بس لما تجي ملحنة تختلط يعني خليها بس ايقاع بس تاخذ وقت يعني تاخذ وقت كبير تذكر شي يعني اجيب لك مثال عليها مثلا الحروف نحن حروف المعرفة اشكالنا مختلفة في الاتحاد قوة وامنيات هادفة فالاسم سامي ومنا والفعل يبني وبنا والحرف من الى على والجملة المفيدة وحدتنا اكيد نعم فهذه الطريقة السلسل بسيطة ومرات اسأل تلاميذ الى كلمة صعبة عليهم شو رأيكم بهذه الكلمة وهذه الصعبة هاي فهمناها ايضا ساعدتني على هاي اسلوبي حتى للكبار تحسي سلس وبسيط نعم والله يا استادي لو هذا الاسلوب كان موجود عندي انا ايام الدراسة انا الان ناجحة بامتياز الحمد لله انا بالمناسبة دول جمعتهم القصائد التعليمية مجموعة صارت كبيرة مختلف الاختصاصات العلمية والادبية نعم نعم استادي احنا مستمرين في الحوار معك اكيدنا بنسمع قصائد كثيرة لكن نروح مشاهدين الفاصل ونرجع تالي الك سلطة على قلبي ولها رادع وناصح ولها ثاني عجب ملهوف واركب ولها ثاني وخاف عليكم تبيني دي اشوف من وراء الطوفة وبصلة وعيشوا يا على خمزة وبصلة نعلت الله لابو الواشي وبصلة فرق روحين من جانا سويا استاذي يعني الامسية امس انا احسدهم انهم كانوا موجودين وانا ما كنت موجودة ما يصير هالكلام والفين شخص ناطرين خارج القاعة لها الدرجة يأثر الشعر على المجتمع الكويت وعلى المجتمع العربي عامة نعم يعني هو هذا المبهر والمفرح اللي صار يعني صح يعني ما بيشي جميل والحميمية تحسب حضور الناس حضورهم وتفاعلهم مو فقط حضور صحيح جايين يتفاعلون جاي يسمع قصيدة جاء وقصب منهم سامع كثير من القصائد لكن هاي الفوائل الحميمية بالعكس هذا دافع للإبداع يعني انا اليوم وقفت امام هاي الامسية كثيرة هاي محطة كبيرة نقلة نقلة مهمة إلي نعم نبي نسمع منك الحين قصيدة أنا حاضر غريبة غريبة تصير ضدي وانت ودي غريبة تصير ضدي وانت ودي انا الما يوم زغرت الامل بيك ولا مرة قلت لك هذا حدي غريبة منك انت اللي اسميك ميزان الوفاء واضرب مثل بيك اش كثير تغلق واقولا ماهو غلطان اش كثير تزعل بلا اسباب زعلان اش كثير تجرح وانا المجروحة داولك غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي يا غالش كثير عندك غلاتي وحياتي شبيهة من غيرك حياتي غريبة غريبة مني اناش قد وفوياك نسيت ذنوبك وما اقدر انساك او انوان الرحاق من يمر ذكراك ويا سبحاني دا 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 الحال خلاك غريبة غريبة ولا تبقل ليش وشلول يا سلطان السهارة من يسهرون ويا ربان الحيارة من يتيهون ويا لعيونك لمع حبات زيتون يموت المتلك وما يعرف يكون غريبة تصير ضدي وانت ودي انا وما يوم زنغرت الامل بيك ولا مر قلت لك هذا حد الله عليك صح لسانك صح لسانك استاذي قصص جدك دائما ما كانت هي لها اثر في بداية شخصيتك الشعرية كلمنا عن هذا الموضوع اكثر هذه في حظن بغداد بالكرادة بالشاكرية كان جدي حارس بستان وكنت كل ما تروح الوالدة البيت جدي اروحوا اياها خاصة لما سير خصومات بينه وبين الوالد فكنت اروح انا المسة عن جدي الكوخ والبستان والنخيل والاشجار واطلب مننا الحكايات القديمة يحكيلي عن الحكايات من الف ليلة وليلة وحكايات جنوبية فحكاياته وموقد الجمر والشراري الطاير وصوت الحشرات والحيوانات هو يتكلمني بالقصص عن الاسد وانا اسمع صوت الحيوانات البسيطة تخيلها هي الاسد وكأني في وسط الغابة الكبيرة نضجت عندي الخيال مبكر وبديت مرات جدي ما يكمل القصة وانا ارجع من بيت جدي الى المحلة اللي انا فيها الشاكرية القصة غير كاملة وانا اسولفها الاصحاب الزغار نقلا عن جدي اروح اكملها من خيالي بدت هذه الشوقني لان جدي قصصة قامت تتكرر بدت اروح انا اشتر قصة جديدة حتى من حفظة على القصة مليت من قصص يدك مليت من قصص يددي فقمت اريد ادور على الجديد فهذه الحكاة الملهمة ان اكست عليها حتى بالكتابة يعني اغلب القصائد اللي عندي بيها بناء ادرامي تنمو تنمو تستمر حتى قصة الى من كانت الاولى بحياتي قصة حبيبين البوم الصور حتى التناول البسيط اغاني بسيطة مثل تحسيها سلامي تجي تبدي تتصاعد شوي شوي فاجه هذا البناء ما مفتعل يعني انا مبني عندي وانا ابن طفولتي انعكس علي الحكايات صرت متحدث لكن بطريقة غير طريقة جدي جدي ما لحق يتثقف ويتعلم ويشوف هذا العالم السلاسل عند جدي وعند امي وعند والدي بالحديث بيها كثير من الخيال والعفوية نعم فتوارثتها منهم او طورتها جميع فتشوفي عندي كثير من القصائد لو اسمعك قصيدة يمكن اول مرة اقرأها من زمان طويل اسمها البوم الصور اي مجموعة اصدقاء جاسين ببيت صديقاتهم وصديقهم يعرفوه منفصل عن حبيبته او زوجته نعم بس مايريد يعدول للجرح هو متأثر وما يدروني يدخلوني بتفاصيل العائلية نعم ما ادري بعدها يحبها ما ادري يعني ان لي صار بس بقلبهم الصور طلعت صورتها فصارت هنا رد الفعل بعيدة عني من سنين لا اسامع خبر عنك ولا ادري بمكانك وين وليل البرح اصحابي صدفة بيتي سهراني ونسولف ونتسامر ونتحاور وبين الضحكة بين الهمسة بين القاه بين القاه ألبوم الصور شفناه شافوا صورة تشينتي واحد قال بأسعد حاله وتقول خلصت منه حياته يا عذاب وآه محبوظة بعدت حن قال الثاني لا والله عكس ما لله ايه بالله ايه بالله شفتها لابس الأحزان وسلوتها بمدى معها واذا اسمك يذكرونه مدى ما ترجف أصابعها حياته ثالث وحياته رابع حياته حياته وكلهم ايجا دوري حياته تانا أحق عن الناس لو قلبي حياته عنها صحيح احنا تفارقنا وتغربنا وتعذبنا وفوق شفافنا الأيام جرحت أغنية تحبنا لكن لكنه لليوم يسعدني اللي يسعدها ويحزني اللي يحزنها بلغوها تحياتي اذا يأست من أخباري انا ما ايأست منها الله عليك صح لسانك صح لسانك استاذي دائما ما قصائدك ترتبط بقصة هل هذا شيء معتمد عندك او ان هذا شيء يعني توارد خواطر مثلا من القصة سمعتها او حدد صار يصير مرات القصة تعنيني مرات تعني صديق عندي يعني مثل ما يحصل انه لازم اهم شيء انه انا اشوف نجاح حردود افعال الناس عليها اتحس لانه انا ما قثر من الحياة مريت فيها مريت يعني حتى احيانا بالألم احس مرة صارت عندي مشكلة بعيني كنت بلقاء تلفزيوني وحسيت مشكلة بس صارت المشكلة كبيرة لكن وراء ما رحت اسوي العملية كتبت قصيدة عن العيون لان الموضوع اللي احسه حاسه حاسه هو عندي حالي فاحلى كتابة اللحظة اللي انا اكون امين مع نفسي وصادق في مشارك صادق ما امسك الورقة واجلس والله اليوم اريد اكتب قصيدة اليوم استراحة عطلة او جمعة هذا ما موجود تجي وحتها وانا بين الناس وانا مرات اتصحيني من النوم اذا قوية اقوى من الحلم الغفوة اتصحيني وصارت باغنية بعد الحب وبعد العشرة وصارت باكثر من عمل عندي اجلس وشوف نفسي مرة في في الاردن في عمان كنا في بداياتنا جلس كنا في شقة وحدة من طلعنا من العراق على الاردن صحك هذا ما اخر الليل يشرب ماء شافني انا صاحي منتصف الليل واوراقه فوقف يتوقعنا اكتب رسالة للاهل شي قالت شو هذا شي حافظة قلت له لا والله وده يجي واحدة ينزل واحد بالله كانت بعد الحب وبعد الاشرة نعم راح الرجل شرب ماء وراح مسك العود هو امر جعمانها ولحنها بدأ يشتغل تيجي حالات ما لها توقيت صحيح بس انا شنو مرات لما افرح فرح كبير ما اعرف اكتب لما احزن حزن كبير ايضا لازم ايها احيانا حدث لازم المشاعر تكون متوسطة متوازنة وفي حالة متوازنة متوازنة مرات حدث بعيد قديم يعني انا حدث احزنني من عشرين سنة نعم والان اخدت ثأري منه اكتبه يعني كأنما تعلمت على الجرح اللي صار قديما ما كانت عدي ادواتي ناضجة حتى اكتبه لان انا ما ادافع ما عنديش هدافع عن نفسي ادافع عن نفسي بالمشاعر نعم ومرات من موضوع يقلمني احاول جود الامكان اوصلها للناس يعني هي هو رسالة صحيح يعني صير حتى بقصيدة قصادة اوجهها للاطفال اوجهها للكبار فيها رسالة فيها توصية بس جود الامكان ما ترصف كلمات خطابة ما توصل تحسها انه ما مقنعمات مثل وجدان صحيح استاذ البوذية دائما ما تصل الى المشاعر بشكل مباشر ببودنا نسمع منك بوذية البوذية وزن من اوزان الشعر الشعبي العراقي الصرف شبيهة جدا هي بالعتابة العتابة اللبنانية العتابة الشامية لكن تختلف عنها بالنهاية ياء وهاء نعم ثلاث ابيات بجناس الكلمات متفقين بالكلمات متشابهين بس يختلفون بالمعنى نعم مثلا من الابوذيات اللي انا كاتبها رح اقرأ لك شي انا كاتبه وشي من التراث القديم نعم اللي انا كاتبه مغني الفنان الكبير كالم الساهر لك سلطة على قلبي ولك باس هنا الباس القوة نعم لك سلطة على قلبه ولك باس ملك من المسحد دينك ولك باس البوسة ولك اهدأ ولك كافي ولك بس كفى يا ورد الورود اجرحت دي تكون الدهشة بالنهاية نعم بالابوذية هاي من الابوذيات اللي انا كاتبها مثلا بيشيتو صارت ضلوعي محاني انحنت بيشيتو صارت ضلوعي محاني يا دنيا وياي كل مشيج محاني محان كتب له لتشذب وانا محاني مسحني بسعد بهم ولا ضاقت علي اشلو بي ابوذية اخرى وحسبي صفاتي بعيد عن اصلي وحسبي الاصل الحسب والنسب صفاتي بعيد عن اصلي وحسبي ولا واحد درب علتي وحسبي او صرت منديل شفية للعائل وحسبي حس وحسبي صرت منديل للعائل وحسبي ونبدار علم من حلف دي هاي الابوذية الله عليك استاذي احنا مستمرين معاكم بنسمع الكثير من القصص والحكايات والاشعار لكن مشاهدين من بعد هذا الفاصل ها حبيبي ها حبيبي مو على بعضك احسك ها حبيبي الخاطري لا في ايدي نفسك من الزعلك انت من الزعلك من الزعرك انت وك مني تزعل والله زعل الدنيا كلها ولا مكروه ينسك حبيبي ابتسم ابتسم هدي عصابك خلي راسك ديني دية وخذ بوسط صلح مني وكافي تدلل تدلل علي لا ادلل علي ادلل ادلل علي يا هبة رب من السماء واجمل هدية راح للعشرة اعدلك واحد عشرة شو تعان بوسني كم مره بوسك حبيبي بيدة مشط لك حبيبي بيدة مشط لك حبيبي وامسح دموعك بدي اه منك اه منك من دلالك من جمالك حتى حزنك جاددية حتى دمعك جاذبية راح للمليون اعدلك واحد مليون شو تعال بوسني كم مره بوسك حبيبي ها حبيبي من الاغاني الجميلة اللي تغنى فيها الفنان الكبير كاظم الساهر وهي اغنية شهيرة جدا له من كلماتك الجميلة تعاونك مع كاظم الساهر وعملك معه هو يعتبر مثل الحلم وتحقق هذا الحلم على ارض الواقع كلمنا عن قصة التقاءك بالفنان كاظم الساهر والله لقاء مميز جدا قبل ظهور الفنان كاظم الساهر انا كنت اتعامل مع فنانين عراقيين معظمهم يعني نعم وخاصة مع الفنان الكبير سعدون جابر وقدمنا اغاني شهيرة ذكرنا شوية قبل شوية منها اللي هي هلا بيك هلا واغاني اربع الحن بليغ حمدي الفنان العربي الكبير وصلاح عبدالغفور ورياض احمد وعدد كبير من الفنانين كنت انا في العراق مختص بكتابة مقدمات من مسلسلات اللي هي التايتل او التوتور او الجينيريك عدت اسمها فتقدم لي في يوم ما الفنان كاظم السهر وعرفنا بعض واحنا في مرحلة العسكرية احنا جنود اثناء الحرب العراقية الايرانية نعم ولانه انا مختص بكتابة المقدمات المسلسلات حيان وحييتها وطلب مني ان اخص بمقدمة مسلسل نعم وقلت له انا فخور بهذا التكليف لانه انا امتابع خطاك انت فنان حساس ومميز ورائع وعندك خطوات مختلفة اضافة الى خلقك العالي نعم وصار الوعد واول تكليف وصني من المخرج صلاح كرام في مسلسل اسمه نادية من اروع المسلسلات وتعليف الوستاذ الراحل معاذ يوسف نعم كتبت الاغنية اللي هي اجاه الناس اي شيء ما الوي الناس انت صرت مشكلتي وعذابي وحيرتي وصنتي يضيعوني يبعدوني كل ضنهم ينسوني ما ممكن تنسوني انا حبها صرت دمي ينام ويصحب عيوني شيء جاكم يا بشر كافي شيء جاها الناس اي شيء ما الوي الناس ف قتل المخرج استاذ صلاح انا قتل اول مرة اطلب منك طلب في فنان متعلق يغني المقدمة الموسيقية المقدمة الغنائية للمسلسل وغنها الفنان كاظم السهر وتألق فيها نجاح نجاح غير عادي بدت تباع وحتها كاغنية في الاسواق عن الناس نعم الوراها ايضا بدون ما يقول لك خاصيتها مقدمة مسلسل اسمها الكنز نعم ناس وناس وراها بدت الرحلة معلم على الصدمات قلبي افرح وتألق بالسهرة لا تحرموني اهن على اهن واستمرت الى اكثر من مية وخمسة وثلاثين نشاء الله اغنية وثلاثين سنة اطلعنا من العراق من الواحد وتسعين واستمرنا الوردن الى لبنان الى مصر ومستمر الرحلة نعم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تعاوناتك مع الفنان كاظم الساهر كثيرة وبلنا نعرف منك من ساهم اكثر في نجاح الفنان كاظم الساهر انت ام الشاعر عزيز الرسام لكل واحد دوره كان الفضل للبداية تعاون راقي وجميل وملفت للنظر بين الشاعر المتعلق الكبير عزيز الرسام نعم وبين الفنان الكبير كاظم الساهر قدموا صورة جميلة وطريقة مختلفة وكانت مبهرة قدموا عبرت الشط قدموا اشجابرك على المر قدموا غزال قدموا مجموعة عملة حركة وضجة بالمساحة الغناء العراقي فما نقدر نقول مقاييس لما بدأ تعاوني مع الفنان كاظم هو نفس الوقت كان يتعاون مع الشاعر عزيز الرسام ومع الشاعر اسعد الاغريري ومن بداياته كاظم يتعاون لحن قصائد للأستاذ الكبير وشاعر العصر نزار قباني نحن مشتركين بالنجاح جميعا نعم فما أقدر أفضل ورجح كفة على أخرى أنا واحد من الناس اللي أسهمت في نجاح ونه واحد نجاحنا مشترك لبعض صحيح صحيح كلكم فيكم الخير والبركة وكلكم تاهمت وفي نجاح هذا الفنان الكبير وبأغنيات لا زالت تغنى يعني للحين نحن قاعد نسمع ها حبيبي ما عنا مر عليها وقت طويل وأيضا كتابة هذه الأغنية خذت منك هو التطويل نعم صحيح كلمنا عن هذا الموضوع صحيح كانت الأغنية كثر ما هي بسيطة وقصيرة كنت أتوقع رح تنكتب دقائق يعني العجيب بدت من الرحلة من سفرنا من بغداد بدت بالمطلع اي وإلى الأردن إلى بيروت وهي مو أنا مستمر أكتب فيها لكن تنقطع الفكرة اي وأتركها إلى أنا شوف نفسي مهيئة للكتابة نعم والطريق البر كان ما في طيران طريق بري 16 ساعة اي على الأردن وإلى وراء كان إلى بيروت وبعد رحلة طويلة يلا الاغنية اكتملت اي يعني وهي مقطعين بسيطة صغيرة لكن الإحساس الوراها يعني لازم واحد يعاملها بدقة متناهية مثل ما الصايغ الماهر يمسك ميزان الذهب بل أكثر دقة لأنه مشاعر حريرية خالصة رقيقة دقيقة توصل للإنسان لما واحد يحترم الكلمة الكلمة تحترمه يحترم المشاعر تحترم المشاعر لأنه إنسانية لما يسمح المقابل يقول والله أنا حاسائلية صحيح فأنا هاي فرحتي هنا الحصاد طولت كثيرا على قصرها بينما قصيدة ملحمة طويلة كتبتها أيضا أدى الفنان كهضم السهر هي قصة حبيبي كان صديقي أنا كتبتها بجلسة واحدة لأنه مختمر وقصة حقيقية لكن لما مسكت الورق ما استرسلت على طول استرسلت إلى أن أمتهت وقصيدة يمكن أربع أو خمس صفحات نعم ها حبيبي ربع صفحة نصف صفحة لكنه أخذتها المساحة نعم فما حسب الحالة وحسب الفكرة وحسب المرونة التي تجي بالخيال نعم وبدنا نسمع قصيدة وهي قصيدة لأغنية أيضا تغنى فيها الفنان الكبير كهضم السهر محكمة المحكمة يعني أقول ما أصعب وأكثر وأشد مرارة أن الحب الجميل يقود الحبيبين إلى قاعة وكرسي القاضي إلى قاعة المحكمة وكرسي القاضي يتقدم الحبيب وهو الرجل ويخاطب القاضي يقول كن منصفا كن منصفا يا سيد القاضي ذنبي أنا رجل له ماضي تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا أحببتها وهي أحبتني صدقا جميع الهم أنستني صارحتها وقلت مولاتي كثيرة كانت علاقاتي قالت دع المابل وقبلني بين ذراعيك أنا الكل وأنا لي الحاضر والآت مر الزمان تغيرت تكبرت وتنمرت صبر جميل لم يعد صبرا قبل ما يبدأ يكمل جدورها قلت لكن منصفا يا سيد القاضي تخونني لغتي وألفاظي إن الذي أمامك الآن أشبعني ظلما وحرمانا أنا حالة فعلا لها يرثى حتى نسيت بأنني أنثى صارحني وبصوته جرح كثيرة كانت علاقاتي قلت له دع الماضي وقبلني بين دراعيك أنا الكل وأنا لي الحاضر والآتي قال للقاضي دللته قالت دللتني دمرتني أنت أنت عذابي أنت هومي أنت آهاتي أطلب غفرانك لمولاتي صبر الجميل لم يعد صبرا لغة الحوار تحولت جمرا فإن رأتني جنبها سارحا فورا تصير امرأة أخرى وإن تشم في يدي أطرى فورا تصير امرأة أخرى غيرتها مرض يوسوس لي فعلا أحن لذلك الماضي حتى ضياعي صرت أعشقه أطلق يدي سيدي القاضي حر يدي سيدي القاضي وبما ستحكم أنني راضي اجا دورها قالت عيني على سهراته الكبرى من بيت صاحبة إلى أخرى عذر يناقض سيدي عذرها يوم نراه يختفي شهر يوما أراه ويختفي شهر فالشلة الأولى أعادته لولاله وضياعه الماضي كل منصفا يا سيدي القاضي الله عليك صح لسانك هذه القصيدة استاذي شكلت مثل نقول يعني لغة كثير صار عليها الكل قام يقول أن صاحبها جدل حيث أن الشاعر داود الغنام قال أن هذه القصيدة سرقت منه وأنه هو كتبها وقدمها للفنان كاظم قبل ما يغنيها لك أنا رديت عليه طبعا أكثر رد مفحم كان في وقتها يعني تقريبا أكاد يكون وجه الوجه في قناة عراقية نعم أنا فوجئت بشاعرنا المتعلق المبدع داود الغنام بهذا الرأي أولا أنا القصيدة ناشرها من 15 سنة في مجلة سيدتي نعم هذا واحد ثانيا غير منها المعقول أن يعطيها لكاظم وكاظم يروح يقول لي يكتب مثل هاي الأغنية نعم كاظم يعني خلوق جدا صحيح ما أمكن يسوي والله أمانة لك وللجمهور في كل رحلتي مع كاظم لما عندك قصائد لشعراء آخرين ما يطلعن عليها أطلاقا حتى بالستوديو أنا ما أتخذ داخل استوديو نعم اللهم إلا يحتاجني في حالات استثنائية صارت مثلا رحل الشاعر الكبير نزار قباني وكانت اللجنة ترضى على بعض المفردات نعم وكنا نأخذ رأي عائلة أستاذ نزار في تغيير كلمة وكلمتين لأن الرقابة ما أعتذر عليها ويكون فقر وشرف أن أغير الكلمة والكلمتين هذا فقط لما يكون قصائد لشعراء آخرين بالعكس أنا يعرف ويعرف وشاهدي أخي أستاذ كاظم أنا أخذ قصائد من شعراء أنا أعطيها لكاظم أقول لك شفاي الشاعر الجميل شو كاتب ويعرفون أصدقائي الشعراء هذا كثير من القصائد أنا وصلتها لأستاذ كاظم حتى دغلنا من شعراء فمن المعقول غير المعقول كاظم يعطيني قصيدة لشاعر ويقول لي اكتب على منوالها معقول بعدين طلع هو قرأ القصيدة قال كتبتها ونفس الميزان ونفس الموضوع قرأ القصيدة وأنا قرأت قصيدتي ما في موضوع اختلاف اختلاف كبير بعدين إذا هو عن الخلاف بين الزوج والزوجة يعني حتى موضوع الحب من أمرأ القيس وقيس من الملوح لليوم كلنا كتبنا فيه كلنا كتبنا فيه أنا هذا الموضوع متناوله بعدة قصائد فيه أغنية أيضا غنها كاظم السهر وإسرام حنوشة دوتو نعم والله لكسر مرايتي والله لكسر مرايتي وامشي على عنادك ترى ظالمني وانا المخلصة متعذبة ومتمرمرة ما تنهي تهي سهراتك ما تنهي طلعاتك البيت ماريده سجن حس بشعوره قدره قالها لا يا قلب بطلي اللعب بالغت زودتها سهر مع أصحابي سهرت من أين طلعتها يعني موضوع هذا مرة لعبت عليه بفكاهة ويكوميديا ومرة بجديات بس دائما الرجل مغرب الله المرأة استاذي وهي الحقيقة استاذي أحنا بستمرين في حوارنا معاك لكن مشاهدين نروح الفاصل ورعدين فأقول سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي مكانا سلام إن شاء الله يوصل سلامي أسامي ما أريد أذكر أسامي سلامي على اللي يستاهل دموعي حزينه وضحكته لتعوده برجوعي رجاء لا تذكرونها أماني أخافي يطير قلبي من ضلوعي سلامي على اللي صاني المحبة سلامي على اللي فرقتها صعبة بعيده يأكله يشرب معانا عزيزي وصاحبي وقلبه على قلبه شكرا شكرا لأجمل أمسيات حياتي أمسي استفنائي لا أعلم الله سلامي سلامي يعني القصيدة هذه تغنى فيها أيضا الفنان كاظم الساهر ولازلنا نردد هذه الأغنية كلمنا عن قصتها كنت في تونس من البلدان أيضا لعشت بها بعض ظروف العراق وبعد ما تحولت وكاظم كان في مصر عايش وأرسلت لها رسالة وكانت ناهيتها سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي من كان كلمني قال لي ليش ما كملت الأغنية قلت لأي أغنية قلت لها رسالة قال لحنتنا ف قلت لها تجي بس تجي اللحظة لأنه أسعدني من قال لحنت يعني لحنت ضمنت النجاح أنا صحيح لأنه ما يلحن بسهولة لما يحس تماما أنه الموضوع وصل يا ما أعمال يلحنها ويتركها أعمال ظلت عندنا أكثر من عشر سنوات لحن وما اقتنع في الإلحان وظلت في عندي نصوص مرات عبر سنوات أقول له أطلقها أتصرف قال لي صرف لأنه أحس بجنونه مرات تجي لحظة يسأل عن قصيدة قديمة صالها فترة نعم وشوف تلحنت من جديد نعم فصارت سلامي بعد ما حسيت وجع سلامي بها أثار البعد عن الأهل نعم والأصحاب فصارت سلامي نعم أستاذي كان لك قصة جميلة مع الشاعر الراحل نزار قباني كان في بينكم رسائل نعم كلمنا عن هذه القصة اللي بينكم هي الحقيقة رسالة واحدة لكنها تعادل مئات الرسائل نعم كان شاعر الكبير نزار قباني يعشق ويحب موال الغربة اللي أنا كتبته وتألق فيه كاظم السهر وراء هذا الموال كان إلي حديث معاه أنا ما التقيت إطلاقا فقط بالتليفون فطلب مني أن أرسل للموال بخط أيدي ترى أرسلت للموال وأرسل لي رسالة نعم قال هذا الموال ما يفارق بيتي ولا سيارتي ويذكرني للأيام اللي عشتها في العراق وزوجتي العراقية الراحلة وذكرني بأيامي فيها وموجودات بغداد ومناخاتها فيقول بالرسالة كريم أيها الشاعر الجميل حين وصلتني رائعتك موال الغربة دخلت المطبخ صنعت شايا عراقيا وبالهيل ومسكت استكانة الشاي وسرحت أمامي وأمامي بلقيس زوجتي بلقيس بشعرها الطويل الذي كان يحاكي المآذن والقباب سرحت وراء أيامي في بغداد وفي الأعظمية وعلى جسر الحديد وتنسمت عبق بهارات الشورجة والجبن الأوشار في أربيل وأسد بابل والسمك المزقوف الذي ذكرته في قصيدتك هذه ليست قصيدتك يا كريم منها قصيدتنا جميعا نحن المنفيين في الأرض وليس معنا سوى حقيبة ملأة بالياسمين الدمشقي والرازقي العراقي وبقيا كريم مزروعا على شفتي كالم السهر واكتب لنا أحلامنا وحاسيسنا بأسلوبك الطفولي العذب الجميل والله يحفظك ويرعاك واحد اكتوبر 1996 لندن نزع القبطية ما شاء الله من كثر ما أن هذه الرسالة أثرت فيك حفظتها هذا جزء منها هذا جزء بسيط طارت لك جزء نعم إذن ودنا نسمع الموال الموال يا دنيانت الحرمتيني من أهلي وسكنت الغرب من غصبا علي يا دنيا يا دنيانت الحرمتيني من أهلي وعشت بالغرب من غصبا علي هذا قيادة واسأل من عليكم ضعف صبر وزماني زماني خان بي غريب وكل غريب يتذكر أهله أمي إخواني والدي جيراني هلي هلي تذكرون الصبح وإنتم تفطرون بعثها صورتي تتوسط البيت مكان اللي أحبه بعدها موجود حديقتنا بعثها بحمل أوروت للمقهى القديمة وشايب الهيل أوذياتنا موالاتنا عتاباتنا أنا الناظم للقب من جحنيت هلي بحض الدجلة الزوارق هاي مطوف ونيران الشواط وسمة مزقوف الله ينتقى مني شيئا هالطيبين ضاعوا مني ديئا بيش عاوضهم يا ربي وانا قلب الطفل قلبي من يجي برأسي هواهم يحرق ثيابل علي حق له أبعض شا سوي الأرض مو أرض الناس مو ناسي الجو مو جوي يصير ذي النفسي أنا وأشكي العدوي لا يدنيا يدنيانت الحرمتين من أهلي وعشت بالغربة من غصبا علي أدق يابا وسأل من عليكم ضعف صبري ضعف صبري زماني خال الله عليك صح لسانك استاذي صح لسانك مشاهدين احنا مستمرين في حوارنا مع الشاعر الكبير كريم العراقي لكن من بعد هذا الفاصل رجعنا لكم مشاهدين في آخر فقرة من فقرات برنامج مسائي ومعانا الشاعر الكبير كريم العراقي سوالفنا يعني من بدينا ليه الحين وإحنا يعني طمعانين فينا نسألك أكثر وطمعانين إن احنا نسمع من قصيدك أكثر وبودنا قبل أن نبلش بأسئلتنا فيها آخر سيغمت نسمع قصيدة دقة باب الجار دقيت باب الجار كل ظنتي بابي دقيت باب الجار كل ظنتي بابي ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي يا جاري يا جاري هذا الأشي يحرق ولا يحترك تركوني وحده ومشوز ما حاسب حسادي الليل ما ينتهي والآه مسموعة والناس عني التهوا كل من بموضوع وكأهلي علي أبعاد ساعدني يا جاري حزني بوسع بغداد خفف علي ناري أهلي علي أبعاد ساعدني يا جاري حزني يبت شبلات خفف علي ناري يقولي يا جاري هذا الأشي يحرق ولا يحترك تركوني وحده ومشوه وما حاسب أسادي يا دار يا دار ما أسكنك إلا تجح بابك وكتحرم علي شوفتك ويحرم علي بابك دقيت باب الجار كل ظنتي بابي ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي الله عليك صحيح لسانك استاذي بما أنك يبطاري بغداد يعني مكانت العراق اليوم كمنارة تنور الوطن العربي كله الحين شلون حال العراق مع الطائفية هل تحس أن العراق راح تعود إن شاء الله إحنا متمسكين بالأمل متمسكين بالأمل يعني إحنا نقوله من موقعنا من خلال الأدب من خلال الشعر المحنة كبيرة لكن إحنا نتعاون أن ترجع إن شاء الله أنا حتى في أعمالي فقط مو فقط الشعرية حتى بأغنية رياضية عندما أفاز فريق الشباب أوجه الرسالة من داخل الأغنية أنه لما أفاز بكأس الشباب أغنية جيب الكاس جيبه شفتوا لاعب بالملاعب يلعبوا إيده على جرحه هذا لاعبنا العراقي من المآسي جاء فرحة والرسالة اللي بداخلها ضد الطائفية الفريق اللي تشوفه مثل عن وحدة شعبنا ما تفرقنا الأسامي والعراق بنسقلوا بنا إحنا نوره ونشته وهواره إحنا ويونس ومهدي وقصي عائلة وحدة وفريقه باشري نور صبحنا جمهورك المجروح حقق مطاليبه وجيب الكاس يعني بينا الكردي وبين العرب وبين المسيح وبين كل الطواف هذا بلد إحنا كنا أخوه وناس بيه عائلة وحدة فنتمنى إن شاء الله من خلال الطيبين من خلال الوعي من خلال التجارب أن ترجع بلدنا مثل ما كانت إن شاء الله استاذي أيضا في بعض الأحيان لما تكتب قصائدك تكتبها بأسماء مستعارة ليش ترجع إلى هذا الموضوع؟ أنا ما لجأت لها إلا مضطرا يعني صارت الظروف بالأسف يعني الظروف الحزينة والاستثنائية بحياتنا وبتاريخنا اللي إحنا كنا تغير تاريخ حياتنا من وراها موضوع موضوع العراق والكويت فأنا كنت مقيم في الإمارات مقيم في الإمارات وكتبت أغاني بالإضافة لأغاني كاظم السهر أغاني لفنانين عرب نعم وبدت الحكاية مع أغنية غلطة الشاطر لديانة حدات نعم ففوجئت بالأغنية ما دخلت الكويت رجعت رجعوها حتى يشيلون اسمي إن شاء الله منها الأغنية اللي أنا كاتبها فأنا استغربت أنا شاعر ما لعلاقة بايشي عموما هذا رأي شخص بالفحص باللجنة مو رأي الشعب الكويت ما رأي شخص يعني هذا ارتعاه الشكل يكون فوراها عرفوا المطربين نشر عبد الحميد أحمد رئيس تحرير البيان في وقتها الأغنية كان اسمها غلطة الشاطر غلطة يسوء اختياري وغلطة الشاطر بلف آه شي داو الندم آه الحيل انهدم أنا أعزف على جرحي وهو يحلال العزف غلطة يسوء اختياري وغلطة الشاطر بلف غنت هديانة وألحان سمير الصفير فالأغنية رجع الألف ومشالت الأغنية منه سمعوا بقية المطربين قالوا احنا ما رد نخسر أيضا جمهورنا بالكويت ما دعم اسمك ممنوع يا أخي اسمي ما ممنوع يعني صارت ارتجال من موظف فكتب عبد الحميد أحمد رئيس التحرير بالبيان قال ما معقول يا أخي أيها الموظف تمنع الأغنية من دكولها لكويت والشعب يحب الشعب ما لا علاقة بالسياسة وهذا شاعر كل ذنبه اسمه كريم العراقي ما لا علاقة له وزير ولاه قائد عسكري فوراها صار المطربين بدأوا اللي عندهم أغاني كلماتي قالوا شو رأيك قسم منهم كتب عليها الشعر فولوكلور وأنا حي منها أغنية أحبك جدا أحبك وشيلك في عيوني نعم تؤمر تحت أمرك اللي غنى عاصل حلاني وأيضا اشتهرت ومنها أغنية أول عمل لفضل شاكر اللي اشتهر فيه عاش من شافك حبيبي لو سمع عندك خبر صايرت تسندباد وكلها أيامك سفر هذه كتبه وكلمات محمد كريم اللي هو مدير أعمال المنتج نعم نزلت باسمه فكثير من الأغاني قلت إن شاء الله حتى الشركة قلت له أنا موافق إن شاء الله يجيهم تفرج هاي الأمور ورجع اسمي عليهم وبدأت أرجع على اسمي على كثير من الأسماء الأغاني اللي نزل اسمي عليها مستعار نعم والحمد لله فرجت وانا اليوم بحضان بلدي أخواني لكويت اكي واحتفالية البارحة وحفاوتها تساوي كل المهرجانات عندي نعم أنا سعيد وإحنا سعيدين أيضا في وجودك استاذي معانا لدرجة إن الوقت مر وما حسينا وبدنا صراحة كان أسئلة كثيرة نسألك ياها ونسمع قصائد كثيرة لكن بدنا في ختام هذا اللقاء نسمع قصيدة اللي هي تعتبر يعني مطلوبة جدا في أمسياتك الشعرية وهي قصيدة المعطف في ليلة شتائية باردة استعارت إحدى الجميلات معطفي لما استعارت معطفي فورا تغير موقف يا برد يا برد أينك من دمي أنا شعلة لا تنطفي فهي استعارت معطفي الكل من حولي هتف برد رهيب وارتجف وأنا وأنا عن الكل اختلف في داخلي دفء خفي فهي استعارت معطفي يا معطفي ما أسعدك قربي وما أبعدك حاولت أن لا أحسدك يا ليتني أنا معطفي قالت أعطرك أجنبي بالله لا تستغربي هو عطر قلب الطيب قالت بكل تلطفي تبدو الحنون العاطفي يا للهدوء العاصفي فتغامز من حولنا الحب أصبح معلن وسألت روحي أنا الآن شاكي يمكن اتجا مني على مدر أشاني معطفي وسألت روحي هل أنا محبوبها أم معطفي أين الدليل أين الدليل لأحتفي وهنا أتتنا الحافلة أجل باص وهنا أتتنا الحافلة فتنهدت هي قائلة شكرا وخذه قبلة قد كان يوما معطفي والكل صفق يشتفي لما عادت معطفي ومضت بغير توقف يعني حبت المعطف ما حبتك حال إنساني احتاجت الدفنة في السبسة يعني اهتمامها زايد خلاني أتوهها مع حب كل الشكر لك شاعر الكبير كريم العراقي على تواجدك اليوم معنا استمتعنا كثيرا في هذا الحوار اللي صراحة يعني حوار شعري وأدبي جميل ما حسينه فيه بالوقت أبدا تسلمين وانت حسيتي سعاتي وارتياحي من خلال أجوبتي من خلال الثقة العالية أنا جاي بطاقة راح يمكن تستمر عندي طويلا طاقة نجاح أمسية البارحة داخل الكويت اللي هي استثنائية كبيرة كبيرة نعم شكرا لك على تواجدك مشاهدينك كانت هذه حلقتنا اليوم نلقاكم على خير باتر بدنا اللب بنفس الموعد مع السلامة